اليوم بحكي لكم قصة تبعث على الأمل تبعث على الفخر من الرحم المعاناة قصة في بشقة منذ الصغر قصة أنا والشغل بدأت في بداية عمري في عمر الزهور يمكن بحوالي صف 9 داك الوقت أنا كنت أستحني كيف هذا؟ هذا صديقي أنا كنت أستحي زيو إن أنا أشعر من أبي مصروف قلت لأبي أنا أشياء أشتغل وأشياء أشقين قلت لي يا أبي ليش بس تشغلت عليك صف 9 قلت لأ لله لازم أن أشتغل فقررت إن أنا لازم أفتح لي مشروع خاص فبقيت أهكب يعني أسوي جمعية الريال فقط الريال والقرش فقط القرش إلى أحد ما خرجت لي الفلوس وروحت لأبي قلت لي أبي أنا بأبيع تنبل قلت لي أبي لي تنبل لأبي أقول لأجدك أكلت تنبل أو باعه قلت له أنا بأبيعه بس فقررت إن أنا أشتري السامان حق الطنبل هذي كامل وأول ما أشتريته ودخلت للبيت أبي قال لي يهرم عليك ودخلت السامان هذي تلاقي عندي فاضطرت إن أنا أهرب ورق الطنبل وبس من داخل القرم عشان ما تروح عليه وباقيت السامان حق الطنبل تبقى فين؟ تبقى بالميز ومربوط برا فاشتغلت الحمد لله وكانت الأشياء معدن كان زي ما يقولون فقزع اليوم الأول وكانت تمام قزع اليوم الثاني وكانت تمام واستمرت إلى اليوم الثالث يوم نزلت وأنا معي ورقة طنبل لا عنده الميز علشان خلاص أفتح واشتغل لاغت الميز مش موجود وسرغوا الميز كامل مع السامان حقه كله وإن شاء الله يعانشوا له عبران لكم قولوا نربطوا الميز بالتنزل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من إحنا صغار أبونا وأمنا والمدرسة الذي حولنا كانوا دائما نحكو لنا قصص جدا جميلة على قصص الرسول صلى الله عليه وسلم غزواته وكيف كان يتعامل مع الصحابة كيف كان يتعامل مع المشركين علشان يطلعوك يعني إنسان سوي وإنسان ناجح وإنسان تكون فاهم يتفعلق قدوة باختصار من ضمن هذه الحاجات مثلا عشان تطلع مثلا بالشقاعة خالد بن الوليد بالطب ابن الهيثم والرازي بالعلم نيوتن من هذول لازم يحكو لك كده قصص إنه يكون في بي إلهام يكون في بي شيء عشان تكون شيء بالمستقبل بس ما يش فايدة لكن عادي معلنا وإنما كانوا لازم يقصونا هذه القصص كامل ويحكو لنا إنه كيف نقع ناس صح هذا كان زمان لكن لما كبرنا شوية وتقدم العلم فأصبح هذا الشيء هو نفسه تمام موجود في المدارس كل شيء لكن أصبحت طاغية عليه وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك انستجرام يوتيوب وغيره من كل المواقع هذي فأصبحت هذي منصات واقع افتراضي وفيه كمان منصات تقع على الواقع الذي نحنا نعيشه هذي منصات تكون في بي زي تنمية البشرية تعطي لك إلهام تعطي لك نظرة حلوة للمستقبل عشان تكون شيء صح فمن ضمن هذي منصات كامل تيديكس كذلك كذلك 25 سنوات فأنا نعتقد بأن بعد التواصل الاجتماعي فقط المختلفة التي تحدثت في الواقع كانت النجاح كانت النجاح كذلك كذلك كانت النجاح وكذلك الواقع بدأت أن تظهر الواقع في الواقع الواقع كلام جداً جميل وكلام جداً راقي كلام جداً يعني يدخل العقل هو يدخل العقل بس ما تقدرش أنت تفسره يعني تحاول نتكلمك على خلايا موخ وانه لما واحد تتفتق وترجع مدرش كيف لما واحد يعني ينضق وكذا صحيح أن تحس أنه كلام مهم والحور ما تتكلم كده في رصانة في رصانة بالموضوع بس إنك تفهم شيء ما تفهمش لكن تحس أنه كلام مهم هذه طبعاً من تديكس اللي عند الأقانب شوف كيف يعني الناس كده حولاً يتفكروا في كلامه صحيح صحيح بس في في يعني في هدف للموضوع هذا هذه تديكس طبعاً تروح بكل دول العالم من ضمن دول العالم طبعاً في دول عربية ومن ضمن الدول العربية وصلت لليمن في معانا نحنا هنا تقربة أنه نحنا برضو ها أقانب الحالة بكسو يتكلموا نحنا لازم كمان نفتين نحنا لازم نقول قصصنا ناجحة وأنا في عمل ميداني وأنها نكبل عمل فجأة أشتي أقضي حاجتي كل تأثير أي حمام طبيعي صرت هانا هانا ما بش سألت الناس قالوا ما بش حمام قال ما بش حمام هم قالوا ما بش حمام وزد بطني اعتصرت أكتب كيف أفعل؟ أين يجي؟ سين سؤال احنا في عين يعني هذا أقصى أقصى إلهامك هذه أقصى تقربة شخصية لك يعني في طريق التنمية البشرية إنك شي حمام هذا أكتر حاجة يعني شفتون تون منصات حق الأقالة بالناس تكلموا انجليزي ويترقمونا بعين عربي عشان نحاول نفهم فوق هذا يعني في حاجة ما نفهمش تخيلوا إنه هذا نحنا كمان العربي يترقمونا الناس انجليزي عشان هم استفيدوا إيش بيترقموه يعني يعني عيب بيترقموه كلام ثاني بيقولوا مثلا هو كان يبحث عن الفرق فلما استدت حلقاتها وفرقت وكنت أظنها لتفرق السعي وراء الرزق يعني دائما إنه يعقل بالفرق هكذا ما بيقولوش إنه الرجال كان يدور حمام عشان فهم بيترقموه هكذا ما فيش معهم حال ثاني إيش بيسوه؟ ما فيه يغدون أقول أطفالهم الكيوت كنتما كنتما mmm أنا قص ستققلك غلسنا أنا وعوالكم حاولنا إنه إخترع قصة ما قبل وما بعد بحكمنا لنا نشف PWT تأكل مثلاً مخبازة أو رز ودقائق أو أي شيء قابلوك صحابك حار زيادة ومطنك عصر النافق وكنت الدولة حمام بس ذلكلم ما تقولوش قدم الناس لا أنا معيني واحد صاحبي مثلاً حاولنا نعطي له قصة إلهام قصة فيبيا كده نظرة للمستقبل و للأمام با بقولوش إن أنا دا كل وقت عطل علو الفرحة ولا عطل علو الحل ما دا إن أنا دخلت حمام لا كيف أفعل؟ فينا يجي أنا إيجا خلنتك يسوي اشتروه بس معي كده لك نصائحها بحكم إنك استشرت أول حاجة قبل ما تكون تنزل لشغلاك العمل التطوعي هذا اللي دي أنت تشتيوه تقضي حاك دك دخلت البيت لقاء خاص نحن نحن نعمل القصص حقك المستقبلية تخلصت القصص ثاني حاجة لما تكون تنزل كمان العمل التطوعي هذا حاول إنك تسويه قم بمزجد قم بحمامات عام ما طيب افترض مثلا إنك تقم المزجد بس كم مثلا الساعة ثنتين الضهر مثلا مزجد مقفل قفل بعد صلاة الضهر إيش بس سوي؟ أنا جاكلهم مش بس سوي هذه مشكلتك تتحله ما نشجاكل هذا اللي دي شفتوا بقصة تي ديكس هذه هي واقع المحسوبية واقع إنه المساطات اللي دي تحصلها منصة عالمية معروفة أقات لا صنعة هو ديك هي الوقوه اللي دائما تطلع وإذا هي ما طلعش هذه الوقوه الوقوه القديمة ترجع هي المنظمين ويجبوا أصحابهم علشان برضو ينتشروا ويطلبوا الله كلهم يعني شغل مشعب عادي ما قلناش شي بس كان الأولى إنه مثلا من تي ديكس إنه تتكلم على المقاعة الذي عندنا كان تتكلم مثلا على الحرب الذي نحن نمر في بي كانت تتكلم مثلا على الوضع الاقتصادي نحن ما وصلنش لحالة من البدخ والرفاهية علشان تتكلمنا مثلا على خيخ لا نهائيا فين الأدب فين الأخلاق فين الاحترام فين الثقافة بيت الثقافة أقدمت ميليشيات إيران الحوتية على تحويل بيت الثقافة في العاصمة المختطفة صنعاء إلى متجر لبيع الملابس والأحذية كانت هذه القاعة زاخرة بالكتب والمؤلفات مليئة بالفعاليات الأدبية والفنية والثقافية لكنها اليوم معرض للملابس ها ونقول فين الثقافة هذا شي طبيعي إنه لما بتلاقي الثقافة داخل البلاد هذي يطلع لك هذه الكائنات بيت الثقافة تحول المكان يبيع بملابس تخيل بيت الثقافة هذا الذي كانت تدخل زمان تسمع فيبو أمسية شعرية الآن تدخل تلاقي لك تخفيضات سعرية بيت الثقافة هذا الذي كانت تدخل تلاقي فيبو أديب شاعر مفكر كاتب صحفي الآن تدخل تلاقي فيبو سروال عند روي القرم أقسام كانت زمان تلاقي فيبو قسم الأدب وقسم الصحافة قسم الفن قسم كده الآن تلاقي فيبو قسم ولادية قسم بنادية قسم رجالية قسم إسخائية يا أخي إحراج واقسم بالله العظيم إحراج يعني أتخيل أنت تلبس مثلا كده قطعات تياب حلوة سواء كان قرام ولا كان سروال تقول له أوه ده حلو هذا مفين شلته تقول له والله شلتهم بيت الثقافة إحراج إحراج نك تقول له شغلتهم بيت الثقافة يعني تخيلوا زي دار الثقافة أو بيت الثقافة ده كله بحكمه الكبير الذي كان فيبو المثقفين كلهم ما يلاقوش مكان يسويه فيبو ندوة أو يسويه فيبو أمسية لللغة العربية يروحوا كده أقروا لهم مكتبة صغيرة كده على الضيق إلا قولهم كده بالروح ونقسو يتقابروا بينهم والبين وهذولك لا، هذولك فهلشين التعام حقهم كامل وقطعها على ألف يعني فعالين تخفيضات بس هذا نتاق طبيعي الذي يحصلوا الله نتاق طبيعي إيش توقلون يعني من جماعات نزلات من الكهوف إيش إيش خلوهم يطلبوا الله ومش معيش التقامع الصالح يقلبوهم مكان ملابس عادي إشي طبيعي وعلى ذكر الحوثيين سمعنا كده خبرك مش ولابود يعني هل إنه صيدق أو إنه كيد بالله أعلم هل إنه واقع أو خيال برضو الله أعلم قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية أن ميليشيات الحوثي طلبت من تحالف دعم الشرعية في اليمن السماح بمغادرة السفير الإيراني في صنع حسن إيرلو عبر الأجواء اليمنية وبحسب قول الصحيفة فإن التحالف أبلغ الحوثيين أنه لن يسمح الإيران بإرسال طائرة لإجلاء سفيرها لدى الحوثيين حنب السفير واحد واحد إلى من يهمه الأمر يوجد لدينا سفير حنب هناك سفير حنب في صنعاء الأقوى المهربين الأقوى المحششين هم رغمون منهم جاء محششين لكن أي أحد الأقوى الحوثيين الأقوى الإيرانيين معكم سفير حنب سفير مستخدم سنة فاس سنة سنة وشهر للأمانة عشان يكونوا عنيوا واقعين من مواليد قديمهم قديم جدا حتى لدي الشي هربوا إلى بيلاروسيا أهلاً وسهلاً تفضل أي واحد الشيش له يجيش له حسن إيرلو حسن إيرلو حسن إيرلو حسن إيرلو حسن إيرلو السفير حنب الناس زي ما عندنا صحابنا عندما يحنبوا بمكان يحنبوا بحدود أوروبا هذا هو عضو حنب باليمن تغيّلوا إنه واحد أحنب باليمن ما عارش يطلع منه هذا زي الوحدة التي تروح للقاعة حق العرص هنا يستروح تفلوبة كل شيء وبعدا الناس كلها العروسة تروح وقضوا خلاص صباحية مباركة عروسة وديك عادة حنبا بالقاعة أهلاً ما قوليش تصلي ابنه ما قاش تصلي زوجه ما قاش تصلي الناس كله ما قاش بترقد بالقاعة هذا وقت زي كذا السفير قالي زوان أحد تعال لو سباح تعال شو لني نفسه السفير المعين من قبل إيران لدى الحوثيين في صنعاء منذ نهاية 2020 حسن إيرلو يغادر اليمن خرق السفير يعني نداءنا وصياحنا والمايك اللي اشتريته راح باطل طيب قبل ما نعرف كيف خرق من شي نعرف كيف دخل السفير هذا هو الأهم طيب هنا سيد الحوثي كيف دخل نعم يعني عندما تقول كيف دخل يعني نسأل يعني نسأل التحالف بمعنى أنهم هم من سمحوا للسفير بالدخول إلى صنعاء أم أنهم مسؤولين لأنهم يعني محا يعني مسؤولين لأنهم حاصرين اليمن ولا يحكمون الحصار يعني ما عرفت أنا ماذا تقصد مسألة الضائرات التي أتت إلينا هم المسؤولون عما أتى من قبلهم فلذلك يسألوهم خروق السفير وعرفنا كيف خرق قدام الناس كامل خلاص 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 ليش لأنه يرايح كتب الفضائح لكن دخول السفير هذا الذي هو في بوء كان اللغط ولما سألنا سأل التحالف هو الذي يعلم يعني ولا حد داري إلا التحالف الذي داري طيب والأغلاق البحري والبري والقوي الذي يفعلونه على اليمن كامل وما بيش جبابة تطلع لبأمركم كيف وما بيش سبينا تدخل لبأمركم برضو كيف سألوهم نشتين يعرف كيف تدخل الرجال قطع مسافة من طهران لما هنا يعني مقفلين بس من ناحية اللغ بضائع ما تدخلش تحاصروا بس التقار وهكذا لا بعثات إيرانيات تخلو تفضلوا انت بعثات إيرانية انتو خبراء إيرانيين معكم سلحاء تفضلوا انت معاك دقائق مقمات برازيلي لا طلعوا انهم يقطعوا المدى البرازيلي لا يقطعوش المدى الفارسي وهذا يجعلنا نسأل كثير أسئلة الأسلحة اللي كان دائما ضرب الحوذي والطيران المسير والصواريخ الباليستية من فين؟ والرصاص هذا اللي ما يخلص معهم من فين؟ قال لك نحنا نصنع محليا هذا كله إنتاقات محليا الطيران لا لا أنت متصنعش محليا انت يلا أنك تصنع بسكوت محليا يلا نحنا نصنع صناعات خفيفة قلت صنع لي طيران قلت تقول لي هذا إنتاق محليا انت تقل تركب داخليا من فين تدخل هنا؟ هنا السؤال وقال لك كمان أنه خروق السفير هذا من داخل صناعه أنه باختلافات مع الحوتين اختلفوا ايران و الحوتين اختلفوا ايران و الحوتين؟ انت تتهابل أساسا ايران هي الحوتين والحوتين هم ايران كأنك تقول لي مثلا اختلاف المقلس الانتقالي والامارات تخيل؟ حاجة ما تقلش على البال الحكاية باختصار شديد انا بقول لكم هي كذا انا بقصلكم السفير هذا ما عرفش تدخل مقرب كذا من فوق أصحاب مقرب صدوهم و كسوا إيرادتهم القوية اللي فهمش تدخلوا لكن إيرادة مقرب كانت أكبر فكسروا السفير هذا و خسر فخرك ايرلوب يقول ايرلوين تانين لداخل صنعه ويوهموكم السعودية والإمارات انه معهم حرب مع إيران نحن نقلنا نطعمة أنتو ما بتطيعوا ايض المواطن ما بتطيعوا ايض المواطن ولا بتطيعوا ايضا تحاربوا بدليل انه كلو مساحب كانوا معادي تحاول قطر و قطر و كانوا لما نقل واحد تتكلمنا أنتو تبع قطر و أنتو تبع كده الآن سدو مع قطر ايش الذي حصل؟ نحن قازين نتفرج و كانوا اقولوا أنتو تبع تركيا و أنتو مدريش ايش تركيا ومحمد بن زايد رح لعند اردوغان وصدوا مع تركيا ايش الذي حصل؟ وكانوا يقولوا خلاص نحنا في شي نقطع عدد ايران طحوا انهم صاحلوا الامارات راح باوامر من السعودية وكلهم طبعا حباب عيال خالة راحوا له قلسوا مع رئيس مخابرات الايراني وقضوا مصحاب مؤويرهم تبادل تجاري ايش الذي حصل؟ ايش يقولوا يسوي عندنا؟ معامل مضربة ويقولوا يسوفوا حسابهم عندنا نحنا الساحة نحنا الضحية ونحنا بنظل هكذا الى النفيق وفي نهاية حلقتنا مع الاسف الشديد نحنا عايشين في اليمن ولازم نمت في اليمن كان زمان ابتسم الان يلا انك تبتسم يلا بالعافية يعني بكل اسبوع بكل يوم بكل دقيقة احيانا لازم تحصل قريمة لازم يحصل حتى تتقتل ويموتوا في باء برياء ويزيد يقهرك انه لما يكونوا اطفال معانا الطفل مازن الله ارحمه اتقدم انا باسمي باسم قناة المهرب حر التعزي المواصل اهله مازن هذا طلع من صنعة الى المهرة كرحلة او تمشية حكذا كده ومن المهرة لما اقشي رقى على طريق صنعة مر بطريق صحراوي حق القوف ويناك تم التقطع له من قبل عصابه وثم قسله للأسف اسعفوه لمعرب لكن قطر من قبل ان احنا سمعنا بقصة عبد الملك السنباني واتفاعلنا معي وكل حاجة وفي زي عبد الملك السنباني كثير واليوم نسمع على قصة مازن من بيحمي حق هؤلاء؟ من بيقدر يرقعهم حقهم؟ عبد الملك السنباني للآن المقربين طلقاء وهذولاء مقربين الذي قتلوا الطفل مازن برضو طلقاء ما نعرفش نكلم من ما تعرفش تناشد من عصابات متوزعة اطراف الطرق كله ما عد فيش الامن هذاك حق اول يعني تخاف هذه اليام تجزع انه من طريق ساحلي او من طريق صحراوي ما عد تدريش النقطة هذه اللي دي واقفة هل هي تباع الامن؟ هل هي فعلا الناس يخافوا الله؟ ولا فعلا يعني تباع اصابة؟ وبعدين بيقتلق على ابسط حاجة اما عشان قليل فلوس بقيبك او عشان سيارتك يعني الموضوع اصبح جدا محزن تخاف انك تخرج في الشوارع هذه الحالك لازم تشون معك دوشكة ورب السيارة وانت معاك كده تروح معاك العائلة حتى ولا شي تشون معاك الدوشكة تلاقي اي حال قدامك سواء امن ولا يشير وتشون لا الوضع الصباح جدا خطير لازم يكون تأمين من طرق هذه لازم تتأمن من الوديعة، من الأماكن الصحراوية، طور الباحة، خط الصاحة هذه لازم كلها تتأمن تماما بحيث ان المواطن على الأقل يشعر الأمان هو في الطريق وهذا حق من حقوقه والمأساة الثانية حصلت في عدن وتحديدا في البريقة أولا نقول عبد الله أقولكم وعسم الله قلبكم يا أهالي المتوفين الذين راحوا في الكسارة الموضوع هنا أنه هذول العمال كانوا يطلعوا القبل في البريقة اسمه قبل الكسارة هو نفسه فهنا كان في بوكلين دائما يكسر هذا المكان البوكلين هذا الذي كسر العمال يأخذوا هذه الحجار عشان استخدموها للبناء فالبوكلين هذا الدق مكان خاوي في القبل نفسه فحصل يعني انهيار صخري فتوفوا رحمة الله عليهم وهم أثناء التعجيات تعملهم فنسأل الله لهم الرحمة والخلود في نهاية حلقتنا أحب أذكركم زي كل مرة أنه برنامجنا يعرض كله ثلاثاء الساعة ثمان مساء على قناة المهرية في اليوتيوب وقميع موقع التواصل الاجتماعي ما تنسوا سألنا لايك وسبسكرايب هذه الحاجات وإذا شوفوا نحنا من شاشة كبيرة على قناة المهرية كمان شوفوا نحنا ثاني يوم يوم الأربعة الساعة ثمان ونص مساء لا باقواها